من خلال حديثك بس عشان نوضح للمشاهد انه يمكن المشاهدين كمان بيتلخبطوا بين المسيح كإنسان بين المسيح كإله بين المجيء الأول انه المجيء الأول للمسيح وللفداء للخلاص والمجيء التاني انه فعلا المسيح رح يملك يعني رح يرجع كملك وانه رح كل ممالك الأرض تصير للرب وكل الشعوب تخضع ليسوع المسيح اذا ممكن توضح لنا هاي الفكرة بس الفكرة اللي بيوضح لنا الكتاب المقدس ان من هو المسيح الكتاب يقول وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وده الأمر اللي بيعلنه الكتاب المقدس ان الله جاء متجسدا تقول لي ده كفر اقول لك يا اخي هو على كل شيء قدير اذا كان الله حابب ينزل وياخد صورة انسان اللي يمنع الله الله جاء واسبت ان المسيح هذا الذي عاش في الأرض 33 سنة وجزء منها ومن السنة ايضا انه هو الله ولسيما لخير الانسان جاء لخير البشرية لكن السؤال من الذي مات المسيح بصفته الله ام الانسان الله ظهر في الجسد اللهوت والنسوت الله هو الانسان الله جاء في انسان هو يقدر على كل شيء الذي مات هو الانسان وليس هو الله الله حاش ان يموت الله حي الى ابد الابدين له عدم الموت لكن الذي مات وصلب هو الانسان يسوع المسيح موسى 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 موسى